هنروح دلوقتي لزملنا طبعا المجود في شارم الشيخ عشان نعرف اخر فعاليات اللي بتحصل دلوقتي في قمة المناخ بشارم الشيخ مع زملنا كريم فيفرز مراسل صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا كريم صباح الخير يا بسانت صباح الخير يا مصطفى صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر النهاردة اليوم الفايصل اليوم الاخير النهاردة هيكون فيه بريفنج او ملخص للي حصل خلال الايام اللي فاتت مبارح كان المفترض ان هو يكون يوم الحلول خليني نتكلم شوية كده عن يعني ملخص للايام كده ابتدت مؤتمر المناخ في البداية ببعض الايام اللي استمات لها خاصة ومختلفة شوية بداية بيوم التمويل يوم التمويل وتكلموا فيه عن االيات تمويل من الدول الصناعية الكبيرة بالطبع بالدول النامية وازاي يقدروا يعوضوهم عن الخسائر اللي حصلت لهم بسبب الانبعثات الكربونية اللي اصر somethinت اثرت بشكل مباشر عليهم ده نقطة فيه يوم تاني كان خاص بتقليل الانبعثات الكربونية تقليل الانبعثات الكربونية لانه ده الهدف الرئيسي من عقد مؤتمرات المناخ لانه البعثات الكربونية هي السبب الرئيسي في التغيرات المناخية اللي بتشوفها كلها اللي بتأثر على كل دول العالم وبتأدي لمجاعات وبتأدي الفيضانات وبتأدي لحاجات كتيرة جدا بتودي كمان بحياة البشر. مصر كان يمكن لها دور مهم جدا في مؤتمر المناخ كاب تونتي سيفن فكرة ان هي بتسعى جاهدة ان هي تربط العالم كله وان هي توحد العالم للوصول لاليات حقيقية تتنفذ على ارض الواقع. طيب مصر استفادت ايه من كاب تونتي سيفن. مصر من اهم حاجة عملتها فكرة الاتفاقيات المختلفة اللي كانت موجودة في المؤتمر علشان نقدر نتحول لدولة عامة بشكل عام صديقة للبيئة او شرم الشيكة نتخيري مثالي ونموذج صغير للتحول بشكل عام آآ للتحول الاخضر او ان احنا نكون اول مدينة صديقة للبيئة داخل جمهورية مصر العربية. عمل اتفاقيات لمصانع للهايدروجين الاخضر. والهايدروجين الاخضر هي الطاقة المستقبلية لانها بتعتمد آآ على الكهرباء علشان نقدر نفصل الهايدروجين من المية ودي هتكون طاقة نظيفة وصديقة للبيئة وكمان ممكن تكون موفرة وهتقلل من الانبعاثات الكربونية. في اكتر من تسع اتفاقيات مختلفة آآ الحقيقة كلها صديقة للبيئة مشاريع مختلفة آآ حصلت بالفعل تم الاتفاق عليها وزارة الطاقة والكهرباء عندنا آآ وزارة التعاون الدولي كان ليهم دور كبير جدا جدا في انه هما يقدروا يوصلوا الاتفاقيات ملزمة وكمان اتفاقيات الحقيقة ان هي ملموسة على ارض الواقع. آآ مصر كمان ضربت نموذج ومثال حي للتحول الاخضر. التنظيم الخاص بالمؤتمر كل الحاجة اللي حواليه سواء الجرين زون او البلو زون كانت كلها صديقة للبيئة. استخدام ادوات صديقة للبيئة. حتى الجرين زون معمولة كلها من حاجات آآ معتد ورها مرة تانية. مش بس كده. مدينة شرم الشيخ مدينة سياحية بطبيعة الحال. مدينة سياحية يعني هي من اكتر لاماكن الجاذبة للسياح في العالم. عشان كده ان هي بدت تتحول للاخضر وبتدت يبقى في الزراعة في كل مكان. وده الحقيقة لفت انتباه الوفود الاجنبية. انا اتكلمت مع الوفود الاجنبية اللي كانت موجودة كتير جدا على مدار الايام اللي فاتت من كل حتة في العالم الحقيقة. وكلهم اشادوا بالتغير والتحول للملحوظ في مدينة شرم الشيخ. فده كمان دعاية مباشرة للسياحة لمدينة شرم الشيخ. والحقيقة ان هي مش محتاجين ان احنا نرجع ان نقول مدينة شرم الشيخ خضراء وجميلة. لا. الحقيقة ان هما بنفسهم دلوقتي يبتدوا ان هما ينقلوا الصورة الحقيقية لمدينة شرم الشيخ. وازا هي مدينة خضراء صديقة للبيئة. مش بس جده. مدينة خضراء صديقة للبيئة مش بس بزراعة زي ما كم متكلم. لا كمان وسائل التنقل جوة مدينة شرم الشيخ كلها وسائل صديقة للبيئة بتعمل إما بالكهرباء أو حتى بالغاز الطبيعي يمكن مصر كمان لها دور كبير جدا في النهاية وفقت اتفاقيات مختلفة ما بين الدول بعض الدول الأفريقية بعض الدول الأجنبية كمان الحقيقة الأوروبية إنهم يعملوا اتفاقيات أيضا للتحول الأخضر بشكل عام مش بس جدا كمان مبادرة حياة كريمة كان لها دور مهم جدا 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 اتكلمنا مع صناع القرار والقادة الأفريقية الحقيقة يمكن أفريقيا لها وضع خاص في مؤتمر المناخ لأنها أكثر القرارات التي تأثرت بالتغيرات المناخية من الدول الصناعية فابتدوا إن احنا نعمل تفكر جماعي أفريقي للوصول لحلول إما للتكيف مع التغيرات المناخية أو طبعا ابتكار حلول جديدة لتكون صديقة للبيئة الحقيقة إن قرروا قادة الأفريقية هنا إنهم ينقلوا تجربة حياة كريمة وياخدوها عندهم مبادرة حياة كريمة أفريقيا تتنقل للدول الأفريقية المختلفة وكمان استثمارات كتيرة جدا بين مصر والدول الأفريقية لزيادة الرقعة الزراعية فإذن هو تعاون دولي تعاون مصري أفريقي وكمان مش بس كده فكرة اختكار حلول جديدة وابتكار كمان يعني فكرة له التوحد بشكل عام التوحد البشرية للحفاظ على الروح بشكل عام البشرية مش بس كده خلينا كمان أحكي لك بسانت ومصطفى والناس والسادة المشاهدين إنه شرم الشيخ أرسالت رسالة سلام وترحيب للعالم كله لوفود كمان لما نزلت مدينة شرم الشيخ لوفود الأجنبية ابتدوا يتحركوا في تشوارع مدينة شرم الشيخ واللي حضر شرم الشيخ قبل كده هي مدينة جميلة من زمان الحقيقي لكن أشادوا بالتحول الرهيب اللي حصل على الأرض الحقيقة وإزاي هي تطورت وبقى شكلها جميل وابتدوا كمان إنه هم يتكلموا على فكرة إن لأ إحنا هنروح نرجع بلدنا لكن أكيد هنيجي تاني فكانت حقيقة الجذب السياحي مهم جدا لما تكلمنا كمان مع بقى قاطني مدينة شرم الشيخ وسألناهم يا ترى الفرق إيه مؤتمر المناخ فرق معاكو إزاي فرق الحقيقة إنه هم شايفين إنه سياحة رجعت أكتر من الأول وديه بالنسبة لهم كانت حاجة مهمة جدا 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 الحقيقة كمان أشادوا بالتطورات اللي حصلت على أرض الواقع في مدينة شرم الشيخ وزاي فرقت معاهم يعني اتكلمت حقيقة مع سواء التاكسي سواء المكرباص وإحنا بنتكلم معاه المحلات الأسواق القديمة بشكل عامل أماكن السياحية قد إيه هم حاسين بفرق من الإقبال السياحي الكبير وقد إيه هم مبسوطين الحقيقة باللي حصل وشايفين دي نقطة تحول إيجابية حسب خبرتهم في التعامل في مجال السياحة بشكل عام إزاي فرقت معاهم وكمان لو رجعنا تاني لمؤتمر المناخ فالنهاردة خلاص هيكون الملقص اللي هيخرج به مؤتمر المناخ وهيتم طبعا عرضه فيه مؤتمر صحفي النهاردة بالليل